في اطار توجيهات فخامة الرئيس ايضا بتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وده مشروع عظيم جدا 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 لابعد الحدود واللي تم الاعلان عنه لو تفتكر كنا في مارس 2021 بدأت القوات المسلحة المصرية تعمل ايه؟ تعمل اول وحدة بنك حيوي اوتوماتيكية بالكامل في مصر وفي منطقة الشرق الاوسط وفي عموم القرى الافريقية داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة المصرية وده بالتعاون مع شركة اسكيون الالمانية وميرالاب المصرية ميرالاب دي من عندنا اسكيون دي من المانيا طيب ايه هي اهمية وحدة البنك الحيوي؟ طيب الاهمية بتاعته هي قدرته على حفظ وتخزين جميع انواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة طيب ده بيسهم في ايه؟ اقولك ده بيسهم في عملية دراسة العينات الحيوية دي دون الخوف من التلف وبالتالي استمرارية الدراسة استمرارية البحث اي تطوره وده الاهم خليك عارف مصر اللي هيجي يقولك اصل رئيس عبد الفتاح يسيب عملت شغل طرقه الكباري وبالمناسبة انا من الناس اللي مقتنع عن طرقه الكباري دي بالضبط كده عاملة زي شبكة الشرعين والاوردة اللي في جسمنا اللي لازم بتغزينا بالدم علشان الاعضاء الحيوية تعيش وده بالمناسبة مش اختراعي ده اختراعي الامريكان سنة 29 بلا طرق او كباري لا يوجد اقتصاد بلا محاور وسكك ووسائل نقل لا يوجد اقتصاد وده طبيعي برضو اتنين افتكر انها استوعبت عضب ضخم جدا من العمالة طيب هو انت بتعمل طرق كباري بس وبتعمل مدن من مدن الجيل الرابع مدن زكية طيب بتعمل كده بس وبتعمل جامعات جديدة بس وبتطور الجامعات القديمة بس وبتفتح مجمعات ووحدات صناعية بس وبتزرع اكتر من 3.5 مليون فدان في اللحظة اللي انا بقولك عليها ده زيادة على رقائتك الزراعية الاصلية بس وبتشجع التجارة الالكترونية والتجارة البيينية بس وبتعمل بحث علمي بس وعليك فيروسي وعمل 100 مليون صحة طب